ونبدأ مع بعض فقرة المواهب وموهبتنا النهاردة فنان تشكيلي متميز اتشاهر على السوشيال ميديا بأنه بيصنع منامنمات ويسمون نمنم من كتر ما هو بيعمل الأشكال الجميلة الفنية بشكل منامنم وصغنن جدا عمر نمنم الفنان المشهور على السوشيال ميديا ومحقق ضجة جامدة جدا في عالم الفن التشكيلي منورنا النهاردة في جوهرة مصرية اهلا بيك منورنا يا عمر النهاردة في جوهرة مصرية يعني تعرفت باسم نمنم مصبوح انا فكرت في حد عندك في العيلة اسمه نمنم وانت واخد اسم الشهرة لا خالص هو انا لما بدأت المجال ده كنت حابب يعني ابدأ كبراند من كتر حبي في الموضوع فقلت انا ليه ما يبقاش ليه زي نيك نيم كده ليه علاقة باللي انا بعمل هيل يبقى لك الاسم بقى والامضة بتاعتك اللي بتعملها عالشغل بتاعك فحبيت ان هو يبقى اسم حروفه بسيطة وسهل الحفظ ونغمي ولو ليه علاقة باللي انا بعمله يبقى تمام جدا هيل بس في ناس كتير انا تعرفش ان اسمك عمر لا خالص يعني اتفاجأوا دلوقتي يا عمر نمنم مصبوط محدش خالص على الشرطان الميديا يعرف ان انا اسمي عمر يعني انا غيرت اسمي اللي كان الاخوانت بتاعي غيرته وعملت بيدي اسمها نمنم استوديو اعرض عليها شغلي ده يوميا ما شاء الله انت بتنزل فيديوهات يومية فيها الفن التشكيلي وفيها رسومات ومنامنمات رائعة يعني بحاول على قد ما اقدر كده اكون ظاهر وموجود باستمرار هيل جدا طب بدأ معاك امتى الفن بقى وحب المنامنمات دي اتمن وانت في سنة قد اين اقدر نقوم الموضوع تقريبا بدأ من حوالي 8 سنين ونص من وانا لسه بدرس بالمناسبة انا خريج كلية زراعة هيل مهند الزراعي بعيدة كل البعد عن فنون جميلة والرسم والفن التشكيلي بعيدة خالص تماما ده بالعكس ده انا من صغري ماليش علاقة بالرسم ولا بحبه هيل مش هواية عندي هيل ايه اللي فجأة حولك واكتشفت نفسك في الفن وفي الرسم فجأة ازاي يعني وانت اصلا مش بتحب ترسم من وانت صغير هو انا ماليش علاقة خالص بالرسم وده كده مش رسمه وده انا حتى فشفت نمازج لا ده رسم لا خاض رسمه وحاجات معمولة بدقة وماشاء الله شخصيات كتيرة من الشخصيات اللي احنا بنحبها وبنتفرج عليها في الكارتون يعني قدامنا هيل طبعا طبعا رسم من ضمن المراحل اه اه فشفت نمازج لناس اجانب على النت لفت انتباهي للفكرة ان انا يبقى عندي مكة العربية بالحجم ده بتفاصيل العربية الكبيرة ايو فحبيت الفكرة وقلت ليه ما اجربش طبعا في البداية ما كانش عندي خبرة تماما بجرب مع نفسي من الصفر بعلم نفسي فعملت نمازج يعني تفاصيلها ضعيفة جدا بدأت بايه بدأت بكمانجة بالمناسبة للسماعية لغاية دلوقتي الكمانجة دي محتفظ بيها الخامة كانت ايه كانت خشب البداية كانت خشب ويمكن مع الوقت كل ما بيعدي حبي للخامة بيزيد اكتر بقيت تشكل الخشب باشكال مختلفة وده عشان يتطوع معاك الخشب ويطلع شكل فني جميل صعب هي دي الفكرة بقى خشب ده بيبقى طف الخشب بيبقى صلب صلب وصولد ففكرة ان انا انفس بيه التفاصيل دي دي كانت صعبة شوية في البداية بس بعد كده انا حبيت الخامة ولقيتها يعني اسهل من حاجات كتير جدا ممكن تبقى الناس شايفاها سهلة سبحان الله احنا يعني اقصى حاجة بنتعامل بيها مع الخشب المنشار والاركت ان احنا كنا نعمل اشكال مثلا بالمنشار بقى نقدر نعمل بيها حاجات بسيطة انما نعمل تشكيلات ما شاء الله كتاب بتستخدم ادوات ايه طبعا في البداية استخدمت المنشار الاركت الحذر بتقولي عليك كلنا عد علينا منشار الاركت ده على طول كلنا اشتجلنا بيه في البداية كنت بعمل مجسمات تو دي يعني مش ثلاثية الابعاد زي لك انا فهمك الابعاد بتاعتها تو دي مش ريدي كأنها رسمة مسطحة بتفاصيل بسيطة على قد ما انت شايف بالضبط على قد خبرتي اللي مش موجودة طبعا مع الوقت الموضوع بدأت تطور قلتي طب انا ليه ما طورش شغلي اكتر تعلمت ازاي؟ مع انت حتة التطور دي مش بتيجي فجأة بالتجربة يعني انا حب اخوض التجربة يعني مثلا الماكت هو ما طلعش كده من اول مرة ايه ده عده ما راح تطلعته ومننور كمان النور بتاع العربية هنا هوت السيارة منورة هنا في الاشر بتاعها دي بقى من ضمن الحاجات اللي بحاول اربطها بهوايتي زمان يعني انا من صغري مهتم بايه؟ بالكهرباء الالكترينيات الافتراعات غريبا ان الدراسة بعيدة كل البعد الدراسة زراعة يعني مواند زراعي مالوش دعوة خلص بكسة الكهرباء مواند دراسة طبعا كلنا عارفين انه هو ليه علاقة بالتنسيق شوية ايه اه التنسيق بقى او المجموعة بالضبط حشان كده الحقيقة من صغري لعب شوية في ماليش في الدراسة قوي يعني اه ولكن يعني استمرت وتمسكت باللي انا بعمله وبعدت تماما يعني بقى لي 8 سنين انا حاليا ماليش علاقة تماما بالزراع ايه يعني اخدت الشهادة وشكرا ايه ايه اخدت يعني الشهادة بتاعتك وبقى دلوقتي معاك الدراسة بتاعتك وكده تقدر انت تشتغل بيها في اي وقت بس الهواية هي اللي استهوتك واخدتك اكتر بالضبط طبعا في البداية الموضوع كان مجرد هواية بضيع فيها وقت بعمل حاجة بحبها بفرر طاقتك بالضبط اعرض صورة على النت صحابي الموضوع كله كان مش في دماغي شغل بس جذب ناس كتير ما شاء الله كان فيه اقبال كتير من ناس كتير على الموضوع ده اللي حببني في الموضوع اكتر وده اللي خلانا استمر ولازم يبقى فيه دعم لازم يبقى فيه دعم وخصوصا دعم من اهلي ايه يعني السبب وجودي مع حضرتك النهاردة هو دعم اهلي والد والدتي الله يرحمهم الله يرحمهم يا رب يعني من غيرهم غالبا ما كنتش هكمل في الموضوع طبعا من بعدهم اختي صندوق واقفوا معاك يعني من فترة سواء دعم مادي سواء دعم معنوي يعني اي حاجة وصلت لها انا برجع الفضل للناس دي حابوا موهبتك وحابوا انهم يدعموك عشان حاسين ان انت هيطلع منك فنان بالضبط يعني انا مفتكرش ان فيه في مرة من المرات حد قال لي انت بتضيع وقتك ليه اقوم ذاكر مثلا لأ هم حابوا اللي انا بعمله وشايفيني بتطور وبتقدم فيه فكمل الله يرحمهم يا رب الله يرحمهم يا رب هم وكل من سبقونا بالايمان يا رب يعني الناس الجميلة داية الذكرى بتاعتهم بتبقى اطول من الاعمار بتاعتهم بالضبط